اشتركوا في القناة اتمنى تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد ولو عجبتك القصة ما تنسونيش بلايك فضلا وليس امرا ويلا بنا نبدأ وبنروح لدنيا السوع اللي دخلت بغرور ووقفت قصاد مونة سكرتيري تقاسم وقالت بعنجاهية واضحة انتي قاسم جوه بصت لها مونة بغل ولكن افتكرت انها دنيا السواح المرشحة الاولى بلقب مدام قاسم مهران فدنيا حريصة على الرسول لقاسم باستماتة ثواني يا فندم هقول لن اطعتها دنيا وهي ماشية بغضب وغرور تجاه مكتب قاسم ومونة بتيجري وراها عشان تقول لها ان ده ما ينفعش فدخلت لقاسم اللي قال لها ايه ده ازاي تدخلي كده والله يا قاسم بيه انا قاسم البنتي دي بتقولي اني ما ينفعش ادخل طب اتفضل انتي يا مونة خرجت مونة فبصت له دنيا وقربت منه وقالت ايه يا قاسم كلمتك كتير مبارح موبايلك مقفول ليه كنت مشغول يا دنيا اه صحيح يا قاسم هي البنت اللي كنت مسكها وانت متعصب دي مبارح سرقت حاجة ولا ايه غضب قاسم ورد اسمها جودي وتتكلمي عنها كويس وايه سرقت حاجة دي ايه بس يا قاسم انا قطحها قاسم وهو بيحاول يهدي من نفسه دنيا اتفضلي دلوقتي مش عايز اتعصب عليك ابتسم الدنيا بغرور لان غرورها صور لها ان قاسم مش عايز يزاعلها وان دا من حبه لها وهي مش عارفة الحقيقة ان هو مش عايز يغضب لان معاد وصول حبيبته قرب وهو عايز يكون بمزاج حلو عشان يستقبلها فخرج الدنيا وهي بتمشي بفخر وغرور فلطالما كانت هي الاقرب للوصول من الزواج من قاسم مهران لانه يعتبر الرجل احلامها بشموخه وصروته وسلطاته بالاضافة الى النواسين جدا وفي تمام الساعة تلاتة العصر كان واقف قصاد نافذة مكتبه المطلة على الشارع الرئيسي سواني وكان الباص الخاص بالمدرسة واقف قصاد الشركة ففرح جدا وهو شايف حبيبته وهي بتغفز من على سلالم الباص بشقاوة ومرح وهي بتشاور لاصدقائها اللي بيشاوروا لها وبيحتفوا باسمها بمرح ولكن اتغيرت ملامحه للغضب الشديد وهو شايف نفس الشاب بيشاور لها هو كمان وكان خلاص هينزل عشان يضربه ولكن الباص اتحرك واختفق فتنفس بغضب عشان ما تخافش منه حبيبته فاستنى في مكتبه قدوم جودي ولكن طال انتظاره ومجاتش فخرج من مكتبه وتوجه ناحية مكتب مها ولقي جودي وضعت حقبتها وخلاصها تقعد بتعب ومها بتديها كوباية مياه وفجأة وبدون اي مقدمات مسك شنطة المدرسة ومسك كف جودي وسحبها وراء من غير ما يعبر مها اللي بتبصله وكأنه بيقول لها انها تخص وحده بس وخرج بها متوجه لمكتبه وهو شايل الشنطة بدلها من غير ما يهتم بمظهره و هيئته قصاد الموظفين وكل اللي يهمه هو جوديه بس فدخل للمكتب بعد ما مر على منا اللي تصدمت من هيئته دي وقفل الباب وراه ورمى الشنطة بإهمال على أقرب كرسي وحضن جودي وهو بياخذ أنفاسه براحة فأخيرا جودي ما بين إيديه أما جودي فكانت متيبسة من الصدمة ومن اللي بيحصل اعتصرها قاسم ما بين إيديه وقلبه حرارة وهمس وحشتيني قوي قاسم كان عايد يدخلها جوه قلبه ويخفيها عن الكل وبعد كده بعد عنها لأنه أحس بصدمتها وبصل لها وقال ما جتيش عندي على طول زي ما اتفقنا مبارح ليه جودي بيرتباك من قربها المهلك منه ما كنتش عايزة أزعج حضرتك تزعجيني إزاي بس وبعدين تعالي هنا ايه حضرتك حضرتك دي أنا ملاحظ انك مش بتنطقي اسمي خالص ما هو حضرتك أكبر منه فلازم احترمك وفي اللحظة دي شحب ويش قاسم مهران وانقبض قلبه فبدون ما تحس لعبت على الوطر الحساس اللي عندي قاسم وده كان أكبر مخافه من علاقته بيها وهو فارق السن الكبير ما بينهم فيترى شايفاه راجل كبير في العم ومن المستحيل انها تتقبل عشقه فقال بحزن واضح انت شايفاني كبير اوى كده يا جودي لا خالص ده حضرتك حتى امور قوي اخد قاسم اخيرا انفازه وابتسم من جديد وقال بغضب مصطنع حضرتك تاني بردو وما لقى قول لحضرتك ايه تقولي اسمي عايز اسمعه منك لا مستحيل يلا اسمي ايه جودي بخجل قاسم ما تمالكش قاسم نفسه في اللحظة دي فلأول مرة بيسمع اسمه منها بالعزوبة والحلاوة دي فانقد عليها وبسها بقوة وشغف وهي مش مصدقة اللي بيحصل وبعد عنها بالعفية عشان تاخد انفسها ما كانش عايز يوقف ده بصيت له بصدمة لانه انتهك عزرية شفيفة فسرخت فيه بغضب وهي شيفاء هيقرب منها تاني ابعد عني انت فكرني ايه اهدي اهدي بس يا جودي وفي اللحظة دي افتكرت جودي كلامها فسرخت مرة تانية ابعد عني انت فكرني ايه انا مش من البنات اللي انت تعرفها يومين وترميهم بنات ايه مين اللي قالك الكلام ده انا ما هيما حذرتني منك كان عندها حق بس انت لازم تعرف ان انا بنتو محترمة ومش اسمحلك تعمل فيها كده كانت بتتكلم بصراخ ودموع ومسكت شنطتها وخرجت بصرعة واستخدمت المسعد ونزلت اما قاسم فخرج وراها بصرعة عشان يلحقها كل ده تحت نظرات مونة اللي كانت بتبص بزهول واستغراب فراح للمسعد ولقام الشغول فاستخدم السلالم ونزل تلاتين طابق على رجلي وخرج بصرعة لكنه ملقاش جودي فسأل عليها واحد من افراد الامن اللي قاله انها وقفت تاكسي ومشيت في اتجاه معين فجري قاسم وركب واحدة من عربياته وانطلق بيها في نفس الاتجاه لكن ملقاش لها اي اثر على طول الطريق فاتصل بيها على الرقم اللي سبق واخدوا منها في اليوم السابق لما كانوا مع بعض ولكن ما ردتش على اتصالاته فشغل عربيته ورجع بيها للشركة وهو عارف على مين هيصب غضبه والحد هنا تكون خلصت حلقتنا بس قصتنا لسه ما خلصتش يا ترى جودي هتغفر الخطأ ده لقاسم ولا لا وايه هيكون عقاب قاسم لمها اللي بوزت صرته وصات حبيبة قلبه جودي وكمان هنعرف ايه اللي عايزه عادل من مها وايه هيكون موقف دنيا السواح من كل اللي بيحصل ده تابعوا معايا يا احلى متابعين ورجاء مني يا جماعة انا بتعف جدا عشان اجهز الحلقات لكم وما اتأخرش عليكم بلاش تنسوا اللايك والاشتراك وتساعدوني عشان اتشجع وما اتأخرش عليكم مع السلامة عشان اتشجع